اختتمت ستارتاب بحرين المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين بدعم من صندوق العمل تمكين اختتمت فعالياتها ضمن سلسلة جولات ستارتاب بحرين والتي استضافت 15 فعالية منذ انطلاقها بهدف تقديم فرص مميزة لرواد الأعمال في البحرين انطلاقا من اهتمام مملكة البحرين المتواصل بتعزيز ريادة الأعمال عبر تقديم الدعم للمؤسسات في مختلف مراحلها التنموية تم اطلاق جولات ستارتاب بحرين كمبادرة مشتركة بين عدد من الشركاء البارزين في المنظومة الريادية في المملكة وذلك بهدف مد جسور التواصل بين أصحاب المشاريع الناشئة من ذوي الفكر المبدع بعد رواد الأعمال كان عندهم أفكار تعالج مشاكل موجودة على مستوى عالمي بحلول مبتكرة وزكية نحن منطمح أن نشوف هذه الأفكار تتطبك في عالم الواقع سلطت الفعالية الضوء على خمس شركات ناشئة محلية عرضت مشاريعها المبتكرة أمام لجنة من الحكام وقد أعلنت اللجنة عن فوز شركة تالسليم بالمركز الأول وشركة أكاديمياتي بالمركز الثاني صراحة لم أكن منتوقع الفوز البيتش الثاني كانوا وايد زينين وبس الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله فزنا ووايد مستانس هو مشروعي أبليكيشن رياضي أكاديميتي ونحن عندك أول شيء نحاول بأي طريقة نحفز الرياضة في الناس لو يكون من النهار الصغار ولا حتى من الكبرنا نحاول نروي الناس لنا الرياضة حق الجميع فألف الحمد لله عقب تعب سنين قدرنا نوصل له المكان وشعور الفوز طبعا شعور ووايد حلو ألف الحمد لله يعني شوما ما سويناها بدون الجهات المختصة من مساعدتهم ومن دعمهم الدائم وطبعا يعني دعم الأهل والتيم والربع يعني طبعا يعطيهم ألف ألف عافية على كل التعب اللي هم تعبوه عشاننا عشان نحن نقدر نوصل لهني ونفوز به الفوز الحمد لله وكان رواد الأعمال المشاركين قد خضعوا لبرنامج تدريبي بهدف بلورة أساسيات استخطاب المشاريع الناشئة والتعرف على كيفية تقديم المشاريع أمام مستثمرين ومختصين في مجال ريادة الأعمال مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل المتنوعة للكوادر الوطنية ستارتاب بحرين توفر فرص التنويل للمشاريع الناشئة وتقدم برامج التوجيه في مجالات مختلفة لمساعدة رواد الأعمال في تطوير أفكارهم ريان السليمي لمركز الأخبار تلفزيون البحر ترجمة نانسي قنقر